التفكير في خلق مؤسسات المصغرة متخصصة في التصدير قريبا في الجزائر هي الخطوة التي من المنتظر أن تخطوها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بعد دراسة عدد من المؤسسات المصغرة الناشئة التي تملك مقاومات الإنتاج وتفتقد لطرق التصدير الجديد شفنا باللي بعض المؤسسات المصغرة عندها منتوج لكن لا تعرف كيف تسويق الخارج تصدير لأنها في الدول المتقدمة ليست شيء الذي ينتج في الورشة هو الذي يصدر نحن سنفكر كيف نخلق مؤسسات المصغرة مختصة في التصدير تكون هي حلقة توصل بين هذه المؤسسات في الورشة وعالم التصدير أصحاب المؤسسات المصغرة من جهتهم أبدوا رغبتهم في تصدير منتوجاتهم خارج الجزائر تولي التصدير تولي تولي اسم مؤسسة كبيرة جدا عندنا طموح كبير في هدية أرام يقولوا يدعمونا ويساعدونا في هذا المجال في مجال إنشاء المؤسسة في معايير دولية دخلوا في موفاوضات معهم إن شاء الله باش نزيدوا ونصدروا البلد الإفريقية زوج البلد الإفريقية رانا في موفاوضات معهم إن شاء الله إذن فقد كان صالون التشغيل مناسبة للمتعاملين الاقتصاديين من مختلف القطاعات والمجالات للتعرف على قدرات المؤسسات الناشئة ومحاولة خلق مؤسسات مصغرة متخصصة في التصدير خارج المحروقات